بسم الله و صلى الله على أسعاد خلق الله سيدنا و حبيبنا و شفيعنا رسول الله و على آله و صحبه و مواله رجعنا لكم تاني و مع الفقر الفقهية اسألوا الله جل وعلا أن يفقهنا و إياكم في دينه و أن لا يخرج من ألسنتنا إلا ما يرضيه عنا اللهم أمين ورد إلينا سؤال من أحد المشاهدين الكرام يقول فيه تعرفت على فتاة و وعدتها بالزواج و عندما فاتحت أهلي في خطبتها فوجئت برفضه متام لهذه الفتاة برغم عدم بزعم عدم التكافؤ الاجتماعي و أنا الآن في حيرة من أمري هل أرضي ضميري من أجل الفتاة أو أرضي أهلي و أتركها مع العلم أني أحبها أقول وبالله التوفيق و منه العون و المدد و السداد و الرشد رسالة موجهة إلى والديك أولا نعم يجب عليك أن تبرى والديك لكن أقول لأبيك و أمك بأنك أنت الذي ستعيش معها اختر أنت زوجتك بش أبوك و أمك اللي يختار لك أنت الذي تختار و موضوع زعم عدم التكافؤ الاجتماعي اسأل و تحر الأمر و بيّن لهم أنها على دين و أنها على خلق من أخذ امرأة لجمالها فإن الجمال لا يدوم و من أخذ امرأة لمالها فإن الغنى و الفقر لا يدوم و من أخذ امرأة لحسبها و نسبها فإنه لا يدوم و من أخذ امرأة لدينها حصل الدين و المال و الجمال و الحسب و النسب هيبقى فيها بركة لأن السيدنا النبي قال فاضفر بذات الدين ما قالش فاضفر بذات المال ما قالش فاضفر بذات الجمال لا حاول أنت بقى أن أنت تقنع والديك قل لأبوك و الأمك أن البنت دي على خلق البنت دي على دين البنت دي كويسة أن أنا يعني مرتبط بيها و أنا بحبها و أنا عايز أتزوجها اقنعهم لأن في رضى الوالدين هيبقى فيه كل البركة رضى الله في رضى الوالدين و صخة الله في صخة الوالدين طيب لو أنت ارتبطت فعلا وتزوجت بالبنت و أبوك و أمك قالوا لك لا إحنا بش رضيين عن الزواج دي و لازم تطلقها لا تطع أبويك ما تسمعش كلامهم لأن ليس لهم الحق في هذا التدخل أنا بنقول لك كن بارا بأبيك و أمك بنقول لك اقنع أبوك و أمك بنقول لك احرص على إرضاء والديك لكن كل دا قبل الخطوبة طيب لو أنت ارتبطت و خطبت و عقدت عليها و أقول لك طلأها لا تسمع كلامهم لكن حاول إقنعهم عشان تستجلب رضاهم لأن رضاهم من رضى الله جل وعلا نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا و إياكم بر والدين اللهم أمين يا رب العالمين نشوف حضراتكم إن شاء الله على خير والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة